للحديث بقية في الحقيقة اولدنا هم مشروع هذه الحياة هم اعظم مشروع لدينا في هذه الحياة لو اننا نتحدث عن الاستثمار الحقيقي فاعظم استثمار ممكن تستثمره هو الاستثمار في ابنائك ان يكونوا من الصالحين وان تنجح في تربية ابنائك تربية صحيحة نشرف ونسعد في هذه الحلقات مع صحبة عالم جليل من علماء المسلمين تضيلت الشيخ الدكتور جمال عبدالرحمن يا مرحبا مسيدنا مرحبا استاذ رضي الله عنكم اللهم شرفتنا ونورتنا الله يحفظكم شيخنا الحبيب كنا نتكلمنا في الحلقات السابقة مشاهد الكرام حول هذا الكتاب بأطفال المسلمين كيف رباهم النبي الامين صلى الله عليه وسلم أطفال المسلمين كيف رباهم النبي الامين وهذا الكتاب من تأليف سيدنا الدكتور جمال عبدالرحمن وهو كتاب مهم جدا نتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي أبناء المسلمين هذا الاهتمام الكبير ومن هنا تعلم ان القضية مش قضية بسيطة او قضية عادية او اي حد يتكلم فيها لأ ده النبي صلى الله عليه وسلم اولى شوف النبي عليه الصلاة من قائد دولة الاسلام مؤسس دولة الاسلام الكبرى اللي كان بيحكم نصف الدنيا تقريبا اللي الرسول رسوله من عند الله يبلغ رسالات الله سبحانه وتعالى ويوجه الامة وعنده بيوته وعنده زوجاته وعنده ابناءه وعنده بناته ومع ذلك يربي ابناء المسلمين ويخصص اوقات كبيرة جدا من حياته ومن وقته عليه صلى الله عليه وسلم لابناء المسلمين وتربية ابناء المسلمين شيخنا الحبيب اه اتكلمنا في هذه النقطة النقاط كثيرا في الحلقات الفائتة اه عندنا اساليب تقويم للابناء صحيحة واساليب خاطئة في اساليب بتكون خطأ في تربية الابناء اه لو تذكر لنا كيف اقوم او ربي ابنائي بالاساليب الصحيحة واتجنب بالاساليب الخاطئة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ده هو لا شك الاسلوب الصحيح الذي لا يسبقه شيء نعم هو الاسلوب النبوي لان النبي عليه الصلاة والسلام حينما يوجه الامة فانما يوجهها لتوجيه الله له سبحانه وتعالى فلذلك ربنا سبحانه وتعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وان تطيعوه تهتدوا تهتدوا نعم فاذا الهداية كلها في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله في اتباع هديه عليه الصلاة والسلام وكما تفضلت استاذ احمد ان النبي عليه الصلاة والسلام فعلا كان بيولي هذا الامر اهتماما عظيما كيف لا وربنا لأمر سبحانه وتعالى وقال يا ايها الذين امنوا هو انفسكم واهليكم نارا يفسرها الصحابة رضان الله عليهم بقولهم علموهم وادبوهم نعم يبا اذا النبي صلى الله عليه وسلم لازم هيكون قدوة واماما في تنفيذ هذا الامر نعم صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان يوصي ويقول عليه الصلاة والسلام الا لا يجنين والد على ولده نعم والجناية هنا تكون باهمال تربيته وهو القائل ايضا عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول صلى الله عليه وسلم اه كفى بالمرء اثما يعني يكفيه لدخول النار لو ادى الاعمال الاخرى كلها وترك هذا الامر بهذا الامر ان اهمله يكفيه لدخول النار نعم اللي هو كفى بالمرء اثما ان يضيع من ان يضيع من يعول يضيعهم في العلم يضيعهم في التربية يضيعهم في التأديب اه بحيث يصيرون بعد ذلك عناصر سيئة في المجتمع فهذا تضيع وايضا يوصي صلى الله عليه وسلم ويأمر ويقول اتقوا الله واعدلوا في اولادكم نعم اذا كل جوانب التعامل مع الابناء والجيل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها ويبدأ بها عليه الصلاة والسلام الله عليه وسلم ويجنبهم من الحلال يعني يعرفهم الحلال والحرام نعم ويجنبهم الحرام لذلك ذكرنا قبل ذلك انه يخرج تمره من فم طفل صغير اللي هو الحسن ليعلمه فطورة هذا الحرام اه يعني اذا المسألة مش مسألة ده سيبه ده طفل صغير يعني ما يعرفش حاجة خليه كلها لا المسألة جدية جدا عند الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فده يعني معناه ان الاطفال كيان لابد من الاهتمام به صح والكلام ده بيقال عشان اخوانا في المساجد وفي المدارس وفي اي مؤسسات يعني يقومون فيها على تعليم طلاب لازم يعرفون دي رسالة مش مجرد درس بنعطيه ولا محضرة ولا اكاديمية ده جيل لابد من الاهتمام به والله يا شيخنا دي اه الكلمة اللي قلتها فضلتك دي كلمة مهمة جدا انها رسالة مش مسألة واجب وقت بنعمله او مسألة اه اه حاجة بنقديها وخلاص نعم انا ليه كم يوم بدور على اه مش كم يوم ليه كده كزا سنة بدور على معلمة قرآن للاولاد عندي في البيت في المنزل اه كزا معلمة جات ولكن للأسف الشديد اه 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 اغلب من جاء او اغلب الاخوات اللي جات الامر رسالة مش زي ما حاك قلت انا كنت بقى دايما بقول اه لزوجتي بلغيها انا ما عنديش مانع في الاجر اللي تطلبه في مقابل انها المسألة تكون بنسبة لها رسالة في التعليم القرآن وتحفيز القرآن وما تكونش مسألة انها جاي عشان ادي الحصة اللي هي مسلا بمبلغ كزا فانا قاعدة مسكة الساعة ومشغلت السوبوتش ولحدة ما يخلص الوقت وبعد كده قناصة الساعة التايد اخذ الفلوس وامشي مشكلة كبيرة جدا مسألة ناشيخنا ان الاب والام مسألة ان المعلم الذي يعلم الابناء مسألة ان المربي او الشيخ او الدعاء في المسجد اعتبرها رسالة مش شغل مش شغلانة بس رسالة بيؤجر عليها من الله سبحانه وتعالى نعم نعم هو يعني اه ربنا سبحانه وتعالى لما بيكلم الملائكة نعم في الحديث الورد الحديث القدسي وهو في الصحيح اه لما بيموت طفل بيكلم ربنا سبحانه وتعالى للملائكة اللي هم ملائكة الموت نعم يقول لهم قبضتم روح ولد عبدي فيقولون نعم يقولون اخذتم ثمرة قلبه وفؤاده وفلدة كبده الله اكبر يبا اذا الاولاد دي ثمرة ثمرة وخلاصة نعم وهي يعني ثمرة معيشتنا في الحياة دي كلها صحيح صحيح يعني اللي ينجح في تربية اولاده بيعتبر فعلا هو مشروع قومي مشروع كبير جدا نجح فيه ويعتبر انسان ده عنصر صالح في المجتمع نعم هو ده النجاح الحقيقي هو ده النجاح الحقيقي لانه دي الثمرة صح كن ان هو الثمرة دي تكون ثمرة نضيجة وطيبة وصالحة ونافعة نعم ينتفع بها البلاد والعباد هو ده النجاح الحقيقي مش النجاح ان الولد صار مهندس ولا طبيب ممكن يبقى مهندس طبيب ومضر في نفس تخصصه صحيح صحيح لكن لابد ان يعرف كيف يعني ينفع الله به العباد والبلاد هي دي الثمرة صحيح نعم فاذا الاولاد ثمار محتاجة فعلا الرعاية والاهتمام وعشان كده النبي عليه صلى الله عليه وسلم كان بيهتم بهم اهتمام بالغ ودايما اقول يوم بيوم نعم ما يفوتش موقف ما يفوتش يوم ما يقولش دعه يلعب انه صغير نعم ما يقولش اتركه لا يهمل فعلا موقف واحد من الاولاد اه انه يقومهم ويصلح من اه اخطأهم ويعلمهم ويرشدهم كل ده مفروض ان احنا بنقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله في تنفيذ هذا الامر عشان نقدر فعلا نربي اولاد عشان كده دايما نقول اطفال المسلمين كيف ربهم النبي الان هو ده المنهج اللي يابد ان احنا فعلا انقطعنا فيه النبي نقتدي به اولادنا يصلحوا ما نضلش اه حتى لو خرج من ايدينا ولد بنباحنا بقى دي ايه شيء قدره الله عز وجل نعم اخدنا بالاسباب الصحية اه انا اه فجئت بكتاب اطفال المسلمين كيف ربهم النبي الامين صلى الله عليه وسلم الدكتورة جمال عبد الرحمن انه الان يطبع في الصين يطبع في الصين ويترجم اه للمسلمين في الصين مش مش لا اقصد دولة الصين بتعمله يعني انا اقصد ان اخواننا المسلمين في الصين الان يطبعون هذا الكتاب بل كانت المفاجأة اكبر ان هذا الكتاب يطبع في ايران ايران اه طبعا ايران فيها سنة ولكن اقلية واقلية مضطهدة اه اخواننا من اهل السنة في ايران يطبعون كتاب الشيخ ويحولونه الى الفارسية ليتعلمه الابناء بل في امريكا يطبع الكتاب ويعلم لابناء المسلمين وهذا اندلة فانما يدل على هذه البركة التي في كلام الله وكلام الرسول عليه السلام في هذا الكتاب المبارك شيخة الحبيب هنا في نفس اختصاص هذا السؤال فضلت لك اوردت حديث جميل جدا يعني انس رضي الله عنه بيحكي وانس كان طفل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وذلك عند السحور يا انس اني اريد الطعام اطعمني شيئا فأتيته بتمر واناء فيه ماء وفضلت لك هنا يعني كنت بتتحدث عن ان الاب او الام او المربي يستخدم الابن في مرضات الله سبحانه وتعالى وفي عمله وفي كسب يده وما الى اخر ذلك وهنا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يستخدم انس ويعلمه الطاعة ويعلمه عبادة الله سبحانه وتعالى فقال وذلك بعدما ازن بلال فقال يا انس انظر رجلا يأكل معي قال فدعوث يعني كمان بيعلمه اكرام الضيف والتصدق وغير ذلك قال فدعوث زيد المسابت فجاء فقال اني قد شربت شربة سويق او سويق 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 نعم فقام وانا اريد الصيام فقال صلى الله عليه وسلم وانا اريد الصيام فتسحر معه قام قال فصلى ركعتين ثم خرج الى الصلاة والحديث صححه شيخ الالباني رحمه الله وذكره الامام احمد في المسند كيف تنظر لهذا الحديث واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بانس هنا وتقويمه وتعليمه العمل الصالح عليه الصلاة والسلام هو انس هذا رضي الله عنه امه اتت به للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت ام يعني زكية جدا تعرف يعني من اين تؤكل الكتف نعم فاتت به ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اعظم شرف ان يخدم الانسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن مع هذا الشرف ان هي ارادت ان ابنها يكون على قدر كبير من العلم والادب والخلق وهذا يعني لن يتحصل عليه احد الا من مشكات النبوة نعم فوضعته بجوار النبي وقالت يا رسول الله هذا انس خوي دمك يعني هو سنه صغير عشر سنين خليه معاك وهي تريد ان يتعلم طبعا اناس امه امرأة عالمة امرأة صحابية جليلة ورعة عندها يعني علم وتقوى وايمان فوضعته في الموضع الصحيح وده برضو بيخلينا نقول ان ولادنا مش القصد في تعليمهم دايما ان احنا ان هو ياخد شهادة يكل عيش صحيح ده مفهوم قاصر جدا ومعايزين الناس تتعلمون نعم ان تعليم الاولاد مش معناها علموا ازاي يأكل عيش لان في النهاية لو صار طبيب لو صار مهندس لو صار حتى مسح احزية كله بيأكل عيش نعم انما بيأكل عيش الجنة دي بقى عايزة تعليم تاني عيش الجنة قفة الجنة بالمكاره عايزة تعليم تاني وهو تعليم الدين تعليم الاخلاق تعليم المبادئ فهي وضعته في هذا الموضع الجميل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلا يعني يعني ربنا كافأها بنيتها فتعلم انس الكثير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المثل هذا الموقف بيفهمنا ان الطفل نعم لازم تشغله نعم طبعا احنا عندنا اللي بيعد صفرة السحور ديت مفروض انها الام مم الام حاجة كبيرة نعم فكون ان انس هو اللي يقوم بهذا العمل طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عنده زوجاته صلى الله عليه وسلم لكن هو يكلف انس بهذا العمل مم اولا بيعلمه خدمة اهل العلم مم خدمة اهل الصلاح نعم بخدمة الكبير الصغير يخدم الكبير مم بيعلمه انه يعتمد على نفسه نعم ويقدر يجهز حاجة يعمل حاجة يعني انا ممكن هنا يا دكتور احتسب الاجر واحتسب اتباع السنة بان نجا عند طفلي ابن الصغير او بنت الصغيرة وابدأ اعلمها نعم اولا باحتسابي للنيا ان انا بقلد النبي صلى الله عليه وسلم سانين بان انا فعلا اعلمها انها مما تكبر تجتحمل المسئولية طبعا الكلام ده حضرتك هتقوله لمين للي بيسيبوا البنات تتعلم نعم وبعدين يقول لك ما هي بعد كده هتبقى تطبخ من عنات بالزبط طبوز اتقاط عنات هنعمل ليه هطبوز اتطبخها نعم فيسيبوا البنات يقول لك ده بيتذاكر ده مش عارف ايه بالزبط بالزبط تلت تربع ومشكلة يعني يا دكتور احنا بنشوف مشاكل كتير جدا زوجية بتعرض الان علينا في برامج الفتاوة على الدعاء العلماء وفي برامج غيرها وعلى فضلتك ومشيخنا منها للأسف الشديد اهمال المرأة اهمالها في ما تعرفش تعمل اكلة او شرب ما تعرفش يتغسل ما تعرفش تيكوي موجودة يعني مش هننكر واقع موجود ده مواقع مرير بالزبط وهذا الواقع المرير كان ممكن يعني هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع انس لو فعلته الام أو فعله الاب مع الاولاد كان ممكن يتلاشى تجد الام بتقوم تغسل الاطباق والبنت جلسة في الصالة وربما عملة تنظر في موبايل الام اعتادت يعني الام القديمة شوية يعني اعتادت ان هي تشتغل فتقوم تجهز وتقوم تغسل وتقوم تعمل الشاي والبنت جلسة طبعا ده يعني فين هدي النبي عليه الصلاة والسلام فين القراءة عن تربية النبي لهذا الجيل الابنت دي راح بيت غريب بعد كده صحيح مهما كان بيت غريب احنا احنا اهلها عارفين سلبيتها بنصطر عليها لكن هناك هيبان العورات دي كلها نعم وبعدين نبدأ في المشاكل يبا احنا برضو مدخلناش في التربية الحسنة حتى لدنيانا نعم فما بالك يعني التربية اللي دينا على الادب والاخلاق واحترام الزوجية واحترام البيوت واحترام الناس واحترام الكبير ومساعدة الكبير ومعاونته كل ده كان بيقصده النبي صلى الله عليه وسلم في تربية انا في مست هذا الموقف نعم جميل جدا طيب دكتورنا الحبيب في هنا قلنا ان فيه اساليب صحيحة واساليب خطأ اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم طبقا كان كما تعلمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اقوتي الكمال كله عليه الصلاة والسلام هو المعصوم عليه الصلاة والسلام لكن بدأنا نشوف اساليب خطأ في تقويم الابناء نعم من هذه الاساليب الاهانة او الشتم او السب اه بهذا الاب الشتام او السباب او الذي يتلفظ بهذا الفاظ السيئة. كذلك من الاساليب السيئة اه ان يفضح الطفل امام الناس. نعم. اه مثلا ان الاب يتكلم عن طفل عمل كذا من اساليب سيئة قدام الناس سواء على الفيسبوك او سواء في تجمع عائلي كيف تنزل لهذه الاساليب? هو فعلا بالنسبة لتربية الولد بيكون فيه اخطاء كثيرة في التربية. نعم. اه وده خلينا نقول ان تربية الاولاد برضو علم ودين. مهيش يعني شيء اجتهادي. نعم. لا ده علم ودين. منهج الرسول صلى الله عليه وسلم يعني علمه لنا. نعم. اه فمن الاشياء الخطأ اللي بيتكون في التربية مسألة القسوة. اه. القسوة عموما سواء في الضرب او في الشتيمة. نعم. او ممكن منها من القسوة دي يعني زي ما حضرتك تفضل اه احراج الولد قدام الناس. اه. يعني هو الرجل الاب مثلا او المربي بيشفي غليله ان هو فضحه احراجه قدام الناس. اه. من الاشياء دي برضو دلع يعني هي. اه يعني طرفين قيدة. اه طرفين قيدة. ادلع يعني يسيبه ايه. يقول ما يقول يفعل ما يفعل. اه. اه. مثلا اه ممكن برضو من الاشياء الخطأ في التربية اهماله لانه طفل اهماله. اه. طيب الطفل ده هينشأ فيما بعد على على كل اه شيء سيء هو شايفه وما تعدلش له. فده نوع من اهمال الطفولة يقولك صغير سيبه. يشتم يلعب يصغير. بكرة يعرف ده برضو. من ضمن الاساليب الخطأة. العناية بالدنيا فقط. وترك الدين والمبادئ والاخلاق. نعم صحيح. اه من ضمن الاشياء الخطأ برضو في التربية في الفترة الطفولة دي. ترك التعويض. اه. انه وده برضو بنلحقه باهمال الطفولة. ترك التعويض. اه التعويض ان يعودوا على الصلاة يعودوا على يعني مثلا تجد المرأة مسلا سحب بنتها ومشيها بحملات في الشارع. اطولك صغيرة مش مكلفة. نعم. على ما دي البنت تكلفت ولها لبست ولها مش 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 حلوة مسلا في. اه. اه. خلي انا مش عايزة لبسه. مش عاجبني. فده بيعتبر من الاشياء الخطأ جدا. وبرضو من الاخطاء في اللي بيرتكبها الاباء في حق الاطفال. اه. سوء القدوة. نعم. قدوة سيئة للولد. فالولد يقلدو. سواء اللي بيقلد ابوه في شرب اه مشروبات. بيقلد الامة في شتيمة في كذب في اشياء. كل دي اساليب خاطئة. نعم. وزي ما حضرتك ذكرت على رأسها القسوة. اه. واحراج الاولاد عند الايه عند غيره. بيترك هذا الحرج يا سيدنا او القسوة دي بتترك بالتأكيد عند الطفل اثر. نفسي. يكبر اثر نفسي. اه. هو لا شك ان الولد اه ممكن يخطئ كثير في افعاله. صحيح. لكن اه زي ما ربنا امر بالحكمة والموعظة الحسن. ادعو لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن. والاولى بالموعظة الحسنة الاقربون هؤلاء. نعم. اه النبي عليه السلام برضو ما دخل الرفق في شيء. الا زانه نعم. الا زانه نعم. ومنزع من شيء. لابد من الرفق لان اه كان بعض العلماء يقول كلمة كده حكمة زيارة بيقول ايه طفلك ليس انت. اه. يعني انت لما تقول ابنك ما تعملش الشيء الفلاني ويجي بعد شوية يعمله. هو ما بيعلوقش في زهنه. صح. انه يقلي وكده هيبقى قوق لابويا وانا كده مش كويس. اه ده دي طفولة. صح. فلابد ان الانسان يراعي هذي الطفولة. فييجي مسلا انسان اداي وزعل. وعايز بقى ينتقم. يقوم يجي ايه يروح فطحه قدام الناس. ويحل يقوله شوف بيعمل كزا وبيعمل كزا. الموضوع ده فعلا بيؤثر على نفسية الاطفال. نعم. وبيخليه يخجل وكل ما يقابل الناس دي اللي اتفضح عندهم يخجل عندهم. فنفسيا بيبدأ يكره ابوه. يكره المربي اللي بيربيه. نعم. اه فعلا يعني دي حقيقة. يبدأ يكرهه. يبدأش يطيع الكلام. يطيعه مجبر بس الان طفل. نعم. انما هو في نفسيته اه اتربى فيه نوع من من الكراهية. نوع من العدوانية. نوع من انه مش عايز مش هيلتزم بكلام لانه فضحه. اه. انما لو رغبه واخذ وعرفه. اه ان هذه اه خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع الحسن يعني. لما خرج التمر من فمه ويقول له اما علمت انا لنأكل الصدقة. طيب. بيكلمه عليه الصلاة والسلام. وانت نفسه بيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم ارسلني مرة الى حاجة. نعم. فخرجت. وفي ذهني ان هو رايح يعمل الحاجة دي. يقول فقابلني اه الصبع يلعبون فاخذ تلعب معه. صلى الله عليه. طفولة هل هل هو انس يعني يعلق في ذهنه ان الرسول كده ده قال لي ازاي انا وقفت طفل. مم. فبيقول بعد شوية وجدت الذي يمسكه بقفايا. مسكه من افاه. ويبتسم. النبي نفسه بيبتسم. صلى الله عليه وسلم. مسكه متلبس هنا ولا. اه متلبس. مع ذلك بيدحك له صلى الله. لكنه بيضحك. مسكه من افاه. اه. فانس ببصت لشوف بني اللي مسكه من افاه لا الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولا الرسول بيبتسم. صلى الله عليه وسلم. وقال له يا يا اونيس كمان. بيدلعه يعني. نعم. حتى عند الخطأ. مم. بيدلله ويلطفه. مم. ويقول له يا اونيس. ذهبت حيث امرتك. نعم. رحت مكان ما قلت لك. نعم. فقلت اذهب يا رسول الله. سيبني. وراح سايبه. جري. ماشي لان ايه. يبقى اذا يعني فيه سلاسة في التعامل. وهنا هنا دكتور يعني تلفت النظر فضلتك الى مسألة. ان هنا مفيش بقى تبكيت ولا ولا لوم ولا عتاب. مجايش انه مسلا ضربوا الامين. قال له يا ابن انت مرحتش ليه مش انا قلت لك. هو ليه مضربوش الامين ولا ولا يعني وباخوه زي ما حضرتك. نعم. لانه عارف ان ده طفل. هو شايف العيال نسي كل حاجة. نعم. دي طفولة. احنا عايزين نقول للآباء الكلام ده. ان ابنك لما ينسى اعرف ان دي طفولة. اللي الاولاد بنقول للناس اللي في المساجد. الاولاد لما يدخلوا المسجد. اه. وتقول لهم اج ما ما تجروش. انت في بيت ربنا. نعم. خلاص مش هيجري. المرة الجاية هتبصت له نسي ويجري. اه. مش معناه انه بيخلفك وبيعصاك. صح. وما بيسمعش الكلام. دي طفولة. فلابد انك تبتسم له مرة. وتضحك له مرة. وتعدل له مرة. نعم. يقوم يحبك ويسمع الكلام. اه. وهنا اه هو نفسه سيدنا انس يا شيخنا الحبيب. الذي ذكر انه خدم النبي قال خدمته النبي عشر سنين. اه. مفيش فرر النبي قال له الشيء فعله لي ما فعلته. نعم. نعم صلى الله يقول آنس رضي الله عنه خدمته النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين. نعم. فما قال لي اف لشيء فعلته. اه. او قال لي لي ما صنعت. اه. او الا صنعت. يعني لي عملت دي او لي او لو كنت عملت. يعني طبعا خلق صعب يعني جميل عظيم جدا. طبعا. لكن كيف يصل الانسان لهذه المرحلة عظيمة من هذا النقاء النفسي والسلام العظيم مع النفس. اني حتى مش قادر اني معاتبش. يعني الانسان دايما جبل يا شيخنا الحبيب على. اه. لا انا يعني لازم اوضح واقول لي وما حصل كذا وليه ما حصلش كذا. يعني دايما ده رد الاب لما فضلتك تقوله زلك. بس انا لازم اقول لي ابني لا ده خطأ ده كذا. نعم. نعم. هو حتى اه انس بي يذكر بيقول اه فان لا مني احد من اهله. اه. قال لهم دعوه. نعم. فلو قدر ان يكون كان. لو قدر ان يحصل كان هيعمل. سبحان الله. دعوه. طبعا هو ممكن حد يتعقبنا في هذا الكلام. اه. او يحتاج انه يعني يفهمه يقولك. طب واحنا بقى ما نعمل مع العيال كده انت عملتش ليه. معنا عدم توجيه. اه. طبعا دي يعني اه بنقول دايما الاستمرار في التربية يوم بيوم بيوصلنا للنتيجة الحلوة دي. نعم. انما اهمال التربية اه صحيح اللي مهمل التربية هيجي يلاقي الولد اه مش نافع مع الاسلوب ده. نعم. ومن السبب ان الاب اهمل ما يعني ما دومش على التربية يوم بيوم. اه. بحيث انه يتعقب اخطاء الطفل يفهمه يعلمه. انما انس فعلا اه الرسول سوصال معه. الله الله عزيزي. بيفهمه بيعلمه. اه بيتدارك خطأه. فلذلك لما يجي ينسي حاجة يقولهم سبوه خلاص. وده منسيها لو قدر الله انه يفتكرك انا افتكر. نعم. فدي الخيط الرفيع اللي بين الامرين. لان ممكن واحد يقول لك احنا بقى لو استبعنا الاسلوب مع العيال ده. اه العيال مش هتسمع الكلام. مش هنعرف نراجعها. بنقول له لا. ده واحد مشي على التربية من يوم بيوم. كل ما يكون في خطأ يقومه. اه يعامل الطفل بالاسلوب الجميل. زي اسلوب النبي عليه الصلاة والسلام. فبالتالي الطفل محب. نعم. اه ينسى بنعرف ان هو طفل. فدي يعني اه وتوين برضو ان كثرة اللوم على العيال. اه. مش اه مطلوب لان دول اطفال. بنرجع نقول دول اطفال. اه. عقلهم مش زي عقل الكبير. صحيح. فكثرة اللوم والعتاب تملل الولد. اه. وتخليه يتضايق ويزهق من الشخص اللي قدامه. لكن ما بتعدلش سلوك. اه. ده اللي كان بيعمله النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. طب ده نحب ينقلنا نقطة اخرى يعني ان انا احاول قدر امكان اربي باسلوب صحيح. تقليل العتاب واللوم وانما التوجيه بشكل سليم بشكل صحيح. مسألة اه عدم القسوة لان القسوة توجد مشاكل نفسية لدى الابن عندما يكبر. اه. ويتذكر هذه القسوة من والده. اه في هنا نقطة مهمة وهي اه الحاجات العطفية عند الطفل. يعني اكيد الطفل عنده امور عطفية. انشغال الابوين عن اه الاطفال في اه تلبية احتياجات العطفية. بمعنى ان الاب ممكن يكون شغل طول اليوم بالشغل والحياة وفي ظل الغلاء والبلاء اللي حاصل في اه بلاد المسلمين جميعا ربنا اصرف عنا البلاء والغلاء. ممكن ترى الاب بيشتغل شغلانة واتنين وتلاتة. ومش فاضي يوعب مع اولاده. هو بيرجع اخر اليوم عاوز ينام عشان يلحق يصحى الصلاة الفجر. او يصحى الصبح يروح الشغل او ما شابه يعني. والام ممكن تكون موجودة مهتمة بالمطبخ والبيت وما شابه. اه يشعر الولد هنا بشيء من العزلة. وعدم اه تلبية احتياجاته النفسية والعطفية. كيف تنزل الى هذه النقطة? هي نقطة مهمة جدا. نعم. اه مسألة تجاهل الاولاد تحت ضغط العمل. نعم. والمشاغل الكثيرة. بيعتبر فعلا تضييع لركن كبير. نعم. من اركان المسئولية. اه طبعا ما فيش حد هيكون مجرول اكتر من الرسول صلى الله عليه وسلم صح. صلى الله عليه وسلم. صح. صلى الله عليه وسلم. فلما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. اه ويهتم بجارية صغيرة حديثة السن عندها تسع سنين عشر سنين اللي هي. اه طبعا تسع سنين عشر سنين دي سن طفولة برضو. صحيح صحيح. الا انها كانت تزوجته وفي هذا الوقت اللي هي ام المؤمنين عائشة رضي الله عنه. نعم. فكون ان النبي عليه الصلاة والسلام اللي مكلف بالاعداد للجهاد. صلى الله وفتوى اصحابه وتعلمهم. ومقابلة الوفود. ودعوة الملوك والرؤساء. صلى الله عليه وسلم. والدعوة الى الله. وقيادة المسلمين. والعهود بينه بين اليهود وغيرهم. نعم. كل دا مكلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. مكلف بالامة ككل. صلى الله عليه وسلم. وبعدين يأتي ليقف في المسجد. ويسطر بجسده الشريف عليه الصلاة والسلام. ام المؤمنين وهي وقفة وراه. وحتى دأنها. مم. على كتفه. نعم. وبتنظر للأحباش وهم بيلعبوا. آآ العاب يعني بهلونية كده بقى يعني في المسجد. فبتنظر الى هذا. طيب. آآ احنا هنقول له بقى ايه يعني فاضي هو للحاجات دي. لا طبعا صحيح. طب لما يجي هو نفسه يعمل معها مسابقة. صلى الله عليه الصلاة والسلام. مع سنها الصغير. مع عائشة رضي الله عنها. آآ نعم. يسابقها. وبعدين آآ. يسابقه عائشة. يسابقها هو اولا. نعم. وبعدين. ايه تسابقه بعدين. او هي لا سابقاته في الاول. نعم. بعدين لما تقلد بعد كده من الشالة اللحم شوية. بتقول فسابقني هو عليه صلى الله عليه وسلم قال هديه بيتلك. طيب الرسول صلى الله سلم لما يعمل حاجة زي كده. آآ لم يجي الراجل دلوقتي يقول لك انا مش فاضي. نقول له يعني مش فاضي ايه ورقه اعباء امه وهي اسرتك بس. انت عمل بتسع كل شغلك اسرتك فقط. نعم. فازاي انك انت ما بتعطيش للاولاد دول الفراغ. طبعا ام الممينة عايشة لما شافت الرسول صلى سلم. صلى الله عليه وسلم. وهو بيثبها تتفرج على الحبشة. وكل شوية يقول لها افراغتي. خلصتي تقول له لسه يا رزو الله استنى. اه. يعني. ويصبر كل هذا الصبر على زوجاتي. اه يعني يقول لها خلصتي تقول له لسه. خلاص استنى. ما يعني شايف الحوار الجميل الهادئ. نعم. وبعدين هي بقى تروح معلقة على هذا الموقف وتقول لك ايه. فقدروا للجارية حديثة السن قدرها. الله اكبر. اه. الصغر السن. سواء كانت زوجة صغيرة. او بنت صغيرة او ولد. لابد ان فعلا يراعع. اه. يعني حتى الموضوع ده از كان بتشتاكي منه النساء نفسها. تقول لك ما بيخرجناش. ما بيطول عمرنا قاعدين في البيت. ما لا بيقول لنا تعالوا فسحة ولا كذا ولا كذا. الامور دي امور نفسية ومطلوبة. مهمة. وهنا عشان الف نظر للمشاهد لان ممكن البعض يقول لك انا ظروفه مش اه غير مستطيع لذلك. هو هنا فضلت لك لا تقصد الاشارة الى ان انت تاخدهم تصافرهم دبي مثلا ولا توديهم سحل الشمالي يعني ايه هو المقصود. هو الرسول خرج من البيت. ده وانتهى المسجد. والمسجد الحيط في الحياة. وخروجة بسيطة يا شيخنا الحبيب تجبر بخاطر المرأة احيانا يعني او الاولاد. يعني خروجة بسيطة في نفس الشارع او نفس البيت او حتى عند اقربك او في المسجد او في فرح احد اخوانك ممن يعني طار فيهم الصلاح او ما شبه. قد تجبر بخاطر الاولاد وتوسع عليهم وتخل السعادة الى قلوبهم يعني. طبعا هو المقصود الترويح بشيل. نعم. حلال. المستطاع نعم. وفي امكانية الانسان. صحيح. يعني الانسان في امكانياته انه يخرج بس برا البيت يمشي في الشارع هو اولاده شوية. اه بيجيب لهم كبات عصير. نعم. يعني دي كلها يعني تغيير جو. تغيير جو. ويعني بمناسبة تغيير الجو دي بقى يعني في موقف كده كان طريف برضو من بنت. اه. اه. جالها عريس. فابوها مش عاجبه العريس. نعم. فجابني عشان يعني اقنعها. بالعريس. بانها تاخد العريس ده. اه. فانا قلت له والله سيبه هو يتفاهم وياه وتتفاهم وياه. احنا نشوف ايه اللي. المهم ان البنت قلت لها بنتي. ابوكي حريص على مصلحتك. نعم. حريص على مصلحتك. فانتي اسمعي كلامه. مم. فلوحت في النهاية اعلات العم جمال يعني هو العريس ده يعني هيطلع هيقرفني في حياتي. قلت لها ممكن. قالت مو بيه عرفني في حياتي. اه. فقارف بقارف في بتغيير جو. سبحان الله. تخيل. اه. يا في نهاية زوجته. اه. وكانوا كويسين مع بعض ربنا يعني. سبحان الله. لكن شوف يعني بتقول لك ايه? تغيير جو. اه. يعني اذا دي اللي كنا بنقول ها في القسوة على البنات. اه. يخلي البنت تقول لك اه اسيب ابويا وروح اغير جو. بس لها ترجعني يا سيدنا نقطة مهمة يعني فضلتك اشرت اليها الان. ان هو عاود يزوجها لفلان. وهي مش عاوزة. طب لماذا يدخل وسطاء? او لماذا يجي للشيخ جماعة عبدالرحمن? او غير الشيخ جماعة عبدالرحان? ليه يجي بحد يقنعها? ما يسبها برغبتها? يعني طالما انها ليست محبة للزواج بهذا الشخص او ما شابه. ما المانع ان يتركها على رغبتها? اوه كده احنا هنروح لموضوع الزواج لكن زي بعض وجملة اعتراضية. لا انا هتلفل نظر المشاهد. يعني ليه الدكتور جماعة عبدالرحان تدخل في حاجة زي كده. اه. معين الدكتور جمال هو اللي علمنا ان لا المرأة لها كامل رغبتها ولها اراضتها المستقلة وما شابه يعني. او عايد يقنعها يعني بيه من ناحية الدينية يعني. اه. فبيقول يعني الايه اللي يقدر يفهمها الجانب الديني. نعم. الشيخ مثلا يعني. اه. لكن احنا فعلا بنقول ان البنت لازم ايه? اه. اه. يعطى لها الزوج اللي على رغبتها والاب بيساعد في بيان ايجابياته من سلبياته بحيس يحقق المصلحة لبنته في النهاية. جميل. ايه? بتعاون وتشاور في المسألة يعني. اه يعني اقصد بلا اكراه يعني. اه. لا. لا. لا نرفضها تماما ولا نوافقها تماما. وانما نوفق بين الرغبات كلها. اه. بحيس يحقق المصلحة النهائية للبنت يعني. نعم. وطبعا. الاب الصالح. نعم. بيبقى هو الادرة بمصلحة البنت. صحيح. الاب الصالح. صحيح. مش الاب اللي صاحب الهوة يعني. نعم. وإلا يا دكتورنا حبيب احنا رأينا نمز كتير ايضا ربنا عافينا وعافيكم جميعا وجميع المسلمين من اسباب في كسر من احيان يعني. يكون من اسباب الفشل. اه في الاستمرار الحياة الزوجية هو قهر البنت او اكراه البنت على الزواج ممن تكره. اه. فبالتالي تنتج حياة غير مستقيمة. لا شك ان اه يعني اه التكافؤ. اه. والاختيار على اساس الصلاح. هو سبب استمرار البيوت وصلاحها يعني. نعم. لكن اه الاختيار على اه دنيا يصيبها او اشياء زي كده. لا شك ان اه بيكون ده من عوامل الفشل. ما بيبنيش البيوت الا اه المبادئ. نعم. والديانة. والصلاح. ومعرفة المقاصد الشرعية. صحيح. من الزواج. كل ده هو اللي فعلا بيحافظ على البيوت. نعم. انما الجهل بكل هذه الامور فعلا بيهدم البنيان في اسرع وقت. صحيح. صحيح. طيب ازا شيخ من الحبيب هنا فضلتك اشارت الى مسألة ان اهمال اه الابوين الابناء اه انشغال الاب بالعمل وانشغال الام بالبيت وعشياء اخرى. اه ينتج طفل في الحقيقة مشوه. ليس اه له اه كامل اهلية او اه انه يجد انحرفات كثيرة في احياته. او يكون عرضه للشارع. انه يتسارف الشارع. اللي هيسد الفراغ ده با الشارع. اه. اذا الاب فعلا ما لباش الرغبات. نعم. في الحدود المعقولة يعني. اه اللي هي الرغبات النفسية والرغبات البشرية الفطرية يعني. ان احنا النفس بتحب الترفيه. نعم. وبتميل الى الراحة. اذا كانش هو فعلا يوفر هذا الجانب لابناؤه. اه لا شك انه هو هيجده في الابناء الشارع. نعم. وزملاء الا اه او رفقاء السوق. اه. ومن هنا بيجي يعني نقطة بتتواجه ناس كتير. اه. تلاقي الولد مسلا بيقول لابو انا عايز اروح الجيم. اه. عايز يلعب رياضة. نعم. طيب الرياضة ده شيء اه الشرع دعا اليه يعني. اه. ان تقوية المؤمن القوي احب. اه. الى الله من المؤمن الضعيف. اه. فالاب بساعات يخاف من على ولاده. اه. من يقول لك انا عارف انت هتلعب مع مين. اه. ومين صحابك اللي هتروح فيهم. طب ما انتاش عارف روح شوف. اه. اه. فيروح مانع الولد. اه. طب الولد عايز يعني يشوف متنفس. نعم. عايز يلعب رياضة. طب انت منعته من اه. ممارسة اشياء اخرى مثلا خفت عليه من ينظر الى محرمات. طب قال لك اروح الجيم. يعني يلاقي متنفس يلعب رياضة جفوية. مم. يلاقي اصحابه. نعم. حركة بتديله نوع من النشاط. مم. فيوم الاب مانع. مانع. والمنع سببه ان يقول له انا عارف انت هتروح مع مين. مم. طيب ما انتاش عارف يروح واسأل. مم. وروح الجيم نفسك انت وشوف مين اللي مشرف عليه. وبيعملوا ايه هناك. فزا وجدت المكان مناسب. نعم. سيب ولدك. نعم. وإلا طب الولد انت بتمنعه من دي وتمنعه من دي وتمنعه من دي. مم. لابد ان الولد ده عايز يخلص من ابوه يوم من الايام. صحيح. ويخلص من ابوه ان هو عايز بقى يخرج. يسهر برة. يقف مع زملاته. ما هو ابوه منكد عليه. اه. ومكره اه مكره في عشته. مم. ففي الحالة ديت بيبحث عن البديل. البديل بقى هو زي هو وحظه بقى. مع رفقة سيئة رفقة حسنة. مم. وفي الغالب بيقع مع رفقة. مم. سيئة. وبيكره حكاية الابوه بقى. نعم. مش هيحسن عاملة ابوه. مش هيحسن احترام ابوه. مم. ابوه ما مش فاهم حاجة. ابوه مش عارف حاجة. مم. لا شك دي سلبيات كثيرة في التربية. صح. وبالتالي احنا كده محافظناش على. صحيح. الاولاد اللي احنا ربينا. نعم. بل بالعكس شيخ طرحبيب ده هو كمان الصفات السيئة دي اللي وشفها في ابيه. تتورسها الاجيال فيما بعد. يعني هو عندما يرى آآ آآ والده سبابا واشتاما ومهملا لبيته وهملا لأولاده. آآ الولد هيتورس هذه الصفات. ويورسها بعد ذلك لمن بعده. للأسف الشديد. لا شك يعني هو آآ مش بس هيفضل الولد يعني لا هو عندنا عنصر كاره. نعم. ناقم على الأبوة والأشياء دي ده بيأثر عليه فيما بعد برضو في الزواجه وفي معاملته لأولاده. نعم. لأنه ملاقاش المحضن الصالح اللي فعلا يقول الابويا كان بيقول لنا كذا الله يرحمه. وابويا كان بيعلمنا كذا. نعم. مش هيجد القدوة. صحيح. في الابوين. نعم. فهضطر فعلا يعلم ولاده على ما اللي هو فهمه من هذه الحياة. مش هيقدر يربي ولاده التربية الصحيحة. نعم. وبالتالي كده احنا ضرينا جيل ورجيل ورجيل. نعم. فدي فعلا الاب اللي زي كده المفروض انه يسأل. نعم. ويتعلم. نعم. طب يا جماعة نعمل ايه. طب الولاد طالبين كذا. ايه الصح فيهم. صحيح. لكن هو ينطوي على ما عنده هو معلومات ومن اداب خاصة به. وعايز يفرضها على الاولاد. لا شك ان دي طريقة في التربية خاطئة جدا. نعم. لازم الواحد يتطور مع تطور الاجيال. والمفاهيم عند الناس في الضوء. في ضوء الايه? الحلال برضو. نعم. لكن يفضل واقف في نقطة معينة. لا شك الولادها يتفلته منه. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب. بارك الله. رضيلة الشيخ دكتور جمال عبد الرحمن. آآ جزاك الله عنا خيرا. ورضي الله عنك. كرامك الله. اللهم امين. مشاهد الكرام قضية آآ التربية البنازل يقولنا في بداية قضية مهمة وخطيرة والنبي صلى الله عليه وسلم اقول لها لها اهتمام كبير جدا. اتكلمنا في هذه الحلقة عن بعض الاساليب الخاطئة التي يتبعها او يتبعها الاباء في تربية الابناء. قضية القسوة من الاباء والامهات مع الابناء بتأتي بنتاج او بنتيجة سيئة جدا في تصرفات الاولاد. وزي مذكر الدكتور جمال عبد الرحمن ان بلاش نأتي بطرفين قيض يعني. يا اما قسوة يا اما احمال. الاتنين مزمومين. وكذلك جعلناك امة الوسطة كما قال القرآن. فالوسطية في تربية الابناء. ان انا اوجد سباب وعقاب. ان انا حتى العقاب لا يكون بهذه القسوة الشديدة التي تنفر الابناء وتعمل عندهم مشاكل نفسية وانحرافات اه خلقية فيما بعد. قضية حاجة الاولاد العاطفية. حاجة الابن ان يجلس مع ابوه يتكلم معاه وانه يخذ في حضنه ويتطبطب عليه ويشوف احتياجاته وانه وكذلك امه. تقعد معاه وتقعد معاه وتشوف ماله. مش الاب يكون في ساية الحياة ومشغول وكذلك الام مشغلة بالمطبخ والبيت والنظافة وما شابه. وتهمل للأسف الشديد في ابنائها. وتهمل حتى في زوجها. فدأت بنتيجة غير طيبة في الابناء واحتياجاتهم. العاطفية اللي زي ما اشار الدكتور جمال عبد الرحمن. في الاخر ستنتج عن هذه الطبيعة حاجة الولد الى الشارع. لانه في بيئة في البيت لا تلبي احتياجاته. فيبدأ يتجي الى الشارع. فيصاحب للأسف الصحبة السيئة. ويتعلم الالفاظ السيئة. ويتعلم السب والشتم. وما الى اخر ذلك. النقطة اخيرة وهي نقطة القدوة في البيت. يحاول الاب ان يكون قدوة صالحة. والام كذلك تحاول تكون قدوة صالحة للابناء. بدل ما الابن يبدأ ياخد قدوته من على التليفون. او ياخدها من الشارع. او ياخدها من الانترنت. يبدأ ياخد الاب قدوة في صلاحه. في صلاته. في دعائه. في هدوئه. في عفة لسانه. يبدأ يتعلم من ابن من ابوه ياخد قدوة. وكذلك من امه. دي نقاط مهمة جدا. مكملين بازن الله سبحانه وتعالى مع حضراتكم في قضية تربية الابناء واطفال المسلمين. كيف ربهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولكن بهذا الحد نكون قد وصلنا الى ختام هذه الحلقة. على ان نلقاكم في لقاءات اخرى. متجددة بازن الله سبحانه وتعالى. والحديث بقية. والسلام عليكم. رحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.